سلام لبنائت ان شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير ألاغو اليوم وصفة كيش بالسلق من أروع ما يكون شاهدوا معنا الوصفة ألاغوش نحتاج للعجينة نحتاج 250 جرام تاع فارينا نحتاج كذلك زوز مغارف كبار تاع زبدة يعني حوالي نقولو 100 جرام ما كاكاولا 100 جرام تاع زبدة بدرجة حرارة الغرفة سينو هايلكم لا كونتيتي ونحاول ندخل مليح هذيك الفارينا مع الزبدة حتى تترملي مليح مليح كيما هكم تشوفوا ندخل بها بين الأصابع هذيك الزبدة وعليه أنا قلت لكم خلوها بدرجة حرارة الغرفة باش تسهل عليكم العملية نزيدوا بيضة ندخل شوية هذيك البيضة نزيد معاها الملح أكيد هنا إذا حديروها مالحة فديروا لها الملح ليحب يديرها في حاجة حلوة يدير يعني سوكري غلاس أنا هنا درت حوالي زوز مغارف صغار تاع قهوة ملح ودرت أرشة تاع الخميرة بكي ما فيهاش خميرة بصح بش تتنفس شوية لازم جيلوا لها شوية خميرة كيميائية وجبت هنا شوية ما يكون بارد من الفرجدير وبجيت اللم بدون العجن يعني كنتشوفوا اللم غير بالأصابع تاعي وهاي لكم العجينة تاعنا واجدة نعدو ذركة مع بعضانا إلى الحشو الحشو هنا وش عملت شوية صلق ذبلتو معا شوية على البصل ووزتلو شوية على الفيون داشي وقليتهم تخي بيان مع بعضاهم نجبت هذي كلابات بعد مرتاحد فتحتها في المول اللي راني حابيتو نجبت هذي كلابات بالفرشيطة بش ما يطلع ليش نجيب لها فخص بعد ما زيتلها شوية تاع مع الدنوس زيتلها صوصف خوماج زيتلها حبة تاع بطاطا دونك زيتهم زيتهم كامل ونبدأ نزيد البيض ملح تهضرت شوية ملح شوية فلفل أكحل بش لا فخص تاي يعني جينا شوية يعني زيكية زيتلها شوية تاع البطاطا وقلت لكم صوص دفروماج قدرتها تقدروا تجيروا اي صوص بشامل صوص دفروماج ان شاء الله نشاركها معاكم في فيديو وحده ولكن هي سهلة أسهل ما يكون خلط ملح نشوف الى البيض اللي بيان الخاليط دعينا هنا الخاليط تخذ معي اربع بيضات هاوليكم كيف هي الجي ونبدأ نضيف الخاليط داعي في الفنت على تاخت لا تاخت هذي في الفوق رح تخذ منكم من 30 الى 40 دقيقة حسب درجة الفور وكل واحد كيفية وليبقى ولي هذو كادرتون في الميني تاخت نحاول نسوي السطح زيتلو شوية فروماج وغوج من فوق ودخلتها في الفرن صراحة الناس اللي تحب السلق رح يهبلوا علىها اللي ما يحبوش السلق بالزاف ينقصوا السلق ولا يبدله بحاجة واحدة اخرى وندخلها قلت لكم للفوق هاي ليكم التاخت تعنا تعال كيش كيفاش خرجت خرجت من ارواح ما يكون لابات جات مبسة جات هيلة طابت حمر تمليح والحشوة هذيك ما جات شي حاجة من ارواح ما يكون ان شاء الله تكون عجبتكم اتلاقوا في الفيديو القادم ان شاء الله سلام